عثر أهالي منطقة الكدرى بمديرية قدس المواسط بتاعز على ثروة كبيرة من الآثار القديمة من تماثيل ومجوهرات وتعود إلى ما يزيد على ثلاثة آلاف سنة ثروة تأريخ اليمني لا تقدر بثمن وهذا ما تثبته الأحداث يوما بعد آخر لذا لم يكن ذلك اليوم عاديا عند أهل منطقة الكدرى في مديرية قدس المواسط بمحافظة تعز كونهم عثروا وعن طريق صدفة الحفر العشوائي على ثروة كبيرة من الآثار القديمة أول من عاشوا في المنطقة هذه فراعينة بعد الفراعينة عيش يهود تمام بعد اليهود أترك هنا أجددنا جاوب الأخير وهذا المنطقة يعني منطقة الشرق هذه كان مدينة مدينة يعني أثرية حقا دين تمام عاشوا آبانا وأجددنا نحن ما نديش لما قلنا الحفر القبور حصرنا هذا الأثر عندما قاموا بالحفر أو حفر قبور فحصلوا لقاء أثرية من قرار من أمياز من حاجات كل وبعض الأهالي ما زالوا للآن مخفين أي شيء الذي وقدوا يعني حاولنا تشكيل لقنة لمسح المنطقة كونها منطقة أثرية يعني حتى التسمية حقها القديمة في المنطقة تعرف بمدينة السلاق أو بمدينة كده وبنفس الوقت بنفس المنطقة هذه يعني وقدت من قبل من سابق بعض التماثيل أو تمثال تظهر تلك الثروة بمجموعة من المجوهرات والمستلزمات القديمة التي تعود لحضارة ضاربة أعماقها في جذور التأريخ تحكي عن فترة زمنية جسدت الخطوات الأولى للإرث اليمني القديم وقد معنا آثار قديمة وفي معنا دلائل كثيرة على أن المنطقة آثرية فنرقوا من الدولة أن تهتم بالموضوع هذا تاريخنا نحن هذه حضارتنا يجب أن ينتبه لها بشكل عام أمد أن يتركوا هكذا للعشوائيات فبتضيع والناس كلهم بيقومون بشيء وبتلقوا أشياء بأنتهي التاريخ هذا ما أشتي يقول بالنسبة للموضوع الآثار التي كتب ونشر عنها الكثير من الأقاول والأخبار هو إحدى الأراضي الزراعية تبرع بها الوالد طربوش ربنا نعفظه كمقبرة للأهالي وأثناء حفر القبور في المكان ظهرت بعض اللقاء الأثرية سواء كانت فخارية أو حقرية مما يدل على أن الوقع موقع آثري في حينها تم نزول من قبلنا والمجلس المحلي وعضو المجلس المحلي وشيخ المنطقة وتم إيقاف الحفر في المنطقة في حينها ولأن الآثار اليمنية بين مطرقة الحرب وسندان الإهمال رغم أهميتها التاريخية التي امتدت لآلاف الأعوام توجبت التوعية المجتمعية في كيفية الحفاظ عليها من قبل الجهات المعنية والمواطنين خصوصا في هذه المنطقة والتي من المفترض القيام بتحريزها ودراسة الآثار الموجودة فيها وإلى أي زمن تعود نحن في صدد تشكيل لجنة من قبل مكتب العمل للآثار لعمل دراسة وتنقيب في الموقع علمي وآثري حتى نستطيع تحديد مهية المكان والفترات الزمنية والتاريخية للموقع وعمل بعض المجلسات الاستطلاعية داخل الموقع نحن نتطيع من الدولة تمام أنت تجيب منها حالات تمام وحينها توضع حق الدولة آثار لا أستطيع أن تفرطها أو يأخذها هذا الأصول أنا نشيها كده عثرت على إيش أنا حصلت التمثل هذا وشيء من هذا القشو تمام ولا أحصلوا عن حاجتي عن ذي كلاسي ذي تماثل صلوا قمنا قناة لا أحتفظوا بحقكم أخيرا فإن الأمة التي تحفظ تأريخها تحفظ ذاتها فنحن لا نصنع التأريخ وإنما هو الذي يصنعنا قد تحت تحفظ